توقع العديد من الخبراء هجوماً روسياً واسعاً ضد أوكرانيا في الربيع ولكن ما لم يكن متوقعاً هو إعادة هيكلة واسعة النطاق للقيادة الروسية فقد أقال بوتين وزير الدفاع سيرجي شويغو من منصبه الذي تولاه لفترة طويلة واستبدله بخبير اقتصادي لم يختم حتى في الجيش فما الذي يخطط له الرئيس الروسي من خلال هذه الخطوة ومنع كساتها على مسار الحرب في أوكرانيا في وقت تكثف القوات الروسية هجماتها خاصة في المنطقة الحدودية شمال خاركيف من هنا نتساءل بوتين يغير القيادات استراتيجية جديدة لاقتصاد الحرب؟ أهلاً بكنا وبكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامجنا الحواري بتوقيت برلين معكم أمال ديب ويسعدني أن يشاركني الحوار ضيوف الكرام معنا بداية دكتور ناجح العبيدي الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية وسيد شبروما ياسين الصحفي المختص بالشأن الروسي وتنضم إلينا من موسكو دكتورة إلينا سوبونينا محللة سياسية وخبيرة في الشأن الروسي وأبدأ معك سيد شبروما يعني بعد أشهر من الجمود نشهد تحلقاً عسكرياً في أوكرانيا مع تقدم روسيا في الشمال الشرقي للبلاد تحديداً في خاركيف ما الذي تخطط له روسيا في ربيع وصيف هذا العام؟ في البداية أتوقع مع النجاحات ومع التقدم للجيش الروسي داخل خاركيف أن تستمر هذه المناورات العسكرية للجيش الروسي مع تقهقر للجيش الأوكراني بسبب عدم إمداد الدول الغربية للأسلحة حتى المسالات الأمريكية بقيمة 61 مليار يورو دولار لن تأتي قبيل شهر يونيو أو يولو القادمين بمعنى آخر أن هناك متسع لدى القادة العسكريين في روسيا لأتقدم شيئاً فشيئاً في خاركيف وهذا سيؤدي أيضاً إلى بعض المشاكل السياسية داخل أوكرانيا مشاكل الفساد، مشاكل عدم تجنيد الشباب الأوكرانيين أحد الأسباب التي أدت إلى تقهقر القوات الأوكرانية بالإضافة إلى إقالة بعض القادة العسكريين المرة تلو الأخرى من قبل زينسكي ومن قبل قائد الجيش الأوكراني أدى إلى عدم أو أصبح هناك تململ داخل المؤسسة العسكرية الأوكرانية بأن هناك شيء ما يحدث عدم وصول الأسلحة عدم وجود التجنيد، التعبئة العامة كل هذه الأسباب أدت إلى تقهقر شيئاً فشيئاً لجيش الأوكراني خصاً في منطقة خاركيف وهي منطقة مهمة إذا ما أخذنا أنها في الشمال الشرقي لأوكرانيا وهي على الحدود الروسية وبذلك تمنع وصول الهجمات الأوكرانية إلى الداخل الروسي طب ولو أن هذه المشاكل مشاكل الفساد وعدم الكفاءة تنطبق أيضاً على الجيش الروسي يعني دكتور ناجح العبيدي وهنا قرأنا منذ هذا الأسبوع تصريح لمسؤول أمريكي رفيع المستوى قال إن الوضع في أوكرانيا صعب للغاية ماذا تقرأ بين السطور؟ ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للولايات المتحدة وأيضاً بالنسبة لأوروبا؟ يعني الولايات المتحدة وأوروبا يعني الغرب يشعر بالقلق اتجاه التطورات الأخيرة في أوكرانيا روسيا فتحت جبهة جديدة واستطعت أن تحقق مكاسب تكتيكية مكاسب على الأرض ولكن في تقديري كثير من المحللين العسكريين يستبعدون أنه هناك خطة روسية للإستيلاء على خاركيف يعني يقولون بأنه ربما هذه لتشتيت انتباه القيادة الروسية بحيث تسحب قواتها من منطقة القيادة الأوكرانية تقصد القيادة الأوكرانية لتسحب جنود أوكران من منطقة الدومباس اللي هي التي تركز عليها موسكو وفي نفس الوقت وكما ذكر زميلنا شبروما أنه إيجاد منطقة فاصلة لتقليل من فعالية الهجمات الأوكرانية على المناطق المتاخمة للحدود وخاصة في محافظة بلوبراد ولكن يبدو أن هذه استراتيجية الروسية حتى الآن يناجحة لسيما مع تراجع الموقف الغربي أو الأمريكي أو عدم يعني كونه بالمستوى الذي يريده الأوكرانيون نشرك معنا دكتورة سوبونينا في هذا النقاش وأنتقل ربما إلى الداخل الروسي دكتورة سوبونينا الداخل الروسي يشهد تغييرات كثيرة وقد قام بوتين بتغيير عدد من الأشخاص في مناصب عليا في البلاد في تعديل وزري لحكومته لماذا هذا التغيير في وقت لا تبدو فيه روسيا ضعيفة لنقل على الأقل عسكريا نهاركم سعيد تغيرات هي ليست كبيرة لأنه رئيس الوزراء باقي رئيسة البنك المركزي باقي وزير المالية نفسه فإذن هناك تغيير أساسي جديد وهو تبديل وزير الدفاع سرغي شغو بشخص آخر ولكن سيد سرغي شغو باقي الآن كسكريتير مجلس الأمن وهذا منصب مهم للغاية وهو من أشخاص مقربين لبوتين فوزير الدفاع الجديد هي مفاجأة أساسية وكبيرة سيد بلاوصف وهو مثل ما ذكرتم في تقريركم هو مدني هو حتى لم يخدم الجيش وهو شخص متمرس كثيرا في أمور مالية وأيضا هو يعتبر من خصوم طوات أموال لأن فكرته الأساسية أيضا هي زيادة دور الحكومة زيادة دور الدولة في كل مجالات الحياة وهو يعتقد أنه بعض الأحيان رجال أغنية ممكن أن يخصصوا جزء كبير من أموالهم مثلا لمشاريع اجتماعية لحاجات الجيش لصناعة عسكرية يعني لخدمة الوطن طيب بما أننا تحدثنا عن هذا التغيير ربما لنلقي نظرة ثاقبة أكثر على هذا الموضوع إذا أن إعادة هيكلة قيادة الدولة يفترض أنها ستحدث تغييرا ما على الصعيد العسكري بوتين لم يغير القيادة العسكرية على رغم العديد من الانتكاسات التي ألمت بالجيش الروسي خلال حربها على أوكريانيا لكن هذه المرة أجرى تغييرات واسعة لم يسلم منها حتى أكثر المقربين منه نتابع جنبا إلى جنب وكصديقين حميمين هكذا كان يقدم شويغو وبوتين نفسيهما لسنوات منذ عام 2012 كان شويغو البالغ من العمر 68 عاما على رأس وزارة الدفاع وخلال فترة ولايته ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وغزة أوكرانيا لكن شويغو لم يحقق ما كان بوتين يأمله وهو الاستلاء السريع على كييف والآن تم استبداله بالمدني أندري بيلوسوف وزير الاقتصاد السابق الذي يعاول عليه بوتين في أن يعطي زخما لصناعة الأسلحة بالطبع التكنولوجيا العسكرية تتغير بسرعة وإذا أردنا أن ننجح فيجب أن نكون دائما متقدمين بخطوة وما مصير شويغو؟ من أجل حفظ ماء وجهه سيصبح أمينا عاما لمجلس الأمن القومي ليحل محل نيكولاي باتروشيف الذي كان أيضا رفيقا لبوتين منذ فترة طويلة فما هدف بوتين من إعادة هيكلة القيادة العسكرية؟ السؤال هنا لك سيد شوبرون لماذا هذا التغيير الآن؟ وماذا تقرأ في تعيين رجل مدني دخل فيها اقتصادية في هذا المنصب؟ في البداية وزارة الدفاع الروسية لم تشهد رجلا عسكريا كوزير للدفاع إلا مرة واحدة طوال وجود هذه التحاد السوفيت حتى وجود روسيا في وسط الثمانينيات أعتقد أن شويقو أدى دوره هو استمر في هذا المنصب 12 عاما ساعد روسيا في الموضوع السوري وفي موضوع احتلال شبه جزيرة القرم شويقو الحرب التي استمرت لمدة عامين والمشاكل التي كانت ضمن هذا العامين مع فاغنر وما هناك الفساد أيضا لدى نائب وزير الدفاع السابق شويقو بالإضافة إلى شخصين آخرين الفساد يمكن أن يحدث بعض الزعزعة وبعض الثقة لدى العسكريين بأن وزير الدفاع لديه نائب فاسد لكنه أقيل يعني ما الهدف من إقالة شويقو الآن؟ إقالة شويقو هي إبعاد شويقو ووضع رجل اقتصاد مناسب رجل ذو خبرة اقتصادية مناسبة في وزارة الدفاع الروسية لأن هذا الشخص الجديد بليسوف هو عبارة عن صاحب خبرة اقتصادية بمعنى آخر هو اقترح عدة اقتراحات على بوتن أثناء خدمته وهو نائب رئيس الوزراء كان بأن يحدث تغييرات في هيكلية الجيش بالإضافة إلى وضع الطائرات المسيرة وإدخال الذكاء الاصطناعي للجيش الروسي وبدأ تصنيع هذه المسيرات وتصنيع أسلحة جديدة للجيش الروسي لأن المرحلة المقبلة لدى الجيش الروسي وحسب ما أقرأ أن بوتن أراد بهذا التعيين الجديد أن الحرب مع أوكران هي حرب طويلة المدى وبذلك يستلزم وجود رجل اقتصاد نحن نتحدث عن 8% من الناتج القومي الروسي ستذهب إلى وزارة الدفاع وهو مبلغ كبير جدا إذا ما تحدثنا عن الدول الأوروبية ستدفع 2% فقط للناتو وهناك مشاكل فنحن نتحدث عن الجيش الثاني في العالم هو يدفع 8% لوزارة الدفاع بمعنى آخر أن هذا الرجل سيتحكم بهذه الأموال الضخمة وسيرسلها إلى حيث الطائرات المسيرة إلى حيث الأسلحة الأكثر تكتيكيا ونعلم أن هناك 12 حزمة اقتصادية دمرت الاقتصاد الروسي يعتبر من قبل الغرب ولكن الاقتصاد الروسي الآن الأكثر نموا في القرى الأوروبية والأقل تضخما وأعتقد أن هذا الرجل الذي استطاع إلى جانب وزيرة المالية أن يكبت هذه العقوبات أعتقد أنه سيستطيع أن يرفع من المعنويات من مستويات الجيش الروسي هل تتفق دكتور ناجح هل تعتبر أن هذه الخطوة فيها يعني استراتيجية روسية للتوجه أكثر نحو اقتصاد الحرب وتفعيل الصناعات الحربية يعني لإبقاء الاقتصاد الروسي على ما هو عليه صدا منيعا بوجه العقوبات الأوروبية كما يقول البعض أو الغربية بشكل عام يعني اقتصاد الحرب هو واقع قائم عمليا في روسيا وتضاعف الميزانية العسكرية خلال هذه السنتين هو مؤشر واضح على هذا التوجه ولذلك هو طبعا كما تفضل الزميل شبرومة كانت اللجوء إلى رجل اقتصادي للتأكيد على مدى فعالية النفقات العسكرية والاستفادة منها كمحرك أساسي للحرب طبعا في الحقيقة نحن لا نعرف كثيرا عن الاقتصاد الروسي صحيح أنه استوعب العقوبات الغربية ولكن عفوا ولكن بوتين مع شن هذه الحرب هو قام بتعطيل الكثير من القوانين التجارية ونشر المعلومات وغيرها بحيث يصعب أن نقيم الوضع الحقيقي للاقتصاد والصعوبات الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الروسي طيب دكتورة سوبونينا نسمع كثيرا أن الجيش الروسي أو نسمع في الغرب لنقول أن هناك الكثير من الفساد وعدم الكفاءة والأمر لا يتعلق بالقيادات فقط بل يتعلق بالأفراد أيضا إلى أي مدى سيستطيع بيلوزوف أن يغير من هذا الواقع إذا اعتبرنا أن قدومه إلى هذا المنصب هو للقيام ببعض التغييرات التي تدفع أكثر باتجاه تحقيق روسيا لأهدافها في أوكرانيا طيب في أثناء وجود شيء روسيا أتت إلى سوريا وبنت قاعدة حميميم هناك أنا زرتها عندت مرات وأعرف أن خطوة كانت جيدة كما تم إعادة ترميم من ترطوس في سوريا وبنسبة للعملية العسكرية في أوكرانيا فدور الجيش منذ البداية ما كان مخطط له أن يكون كبيرا لأن الجميع الآن يعرف ليس سرا هذا أنه كانوا يعتقدون في الخيادة الروسية أن العملية ستستمر ثلاثة سابعة أو أربعة والعسكر سيكونون بمثابة قوات حفظ السلام في أوكرانيا لأنه زيلنسكي كان ممكن أن يهرب حسب الخطة وكان ممكن أن تأتي القيادة الموالع لروسيا برئاسة أشخاص آخرين فإذن أنا لا ألوم الجيش الروسي على البدء في بداية العملية أما التقدم الآن أنه يثبت بأن الأمور ليست سيئة نعم مشكلة الفساد هي موجودة وأحد أهداف تعيين سيد بلاوسف هو تضهير وزارة الدفاع من هذه المشكلة ولكن أعتقد أن هناك تضخيم لهذه القضية من قبل خصوم روسيا وعلى كل لا توجد هناك أي مقارنة ما بين الوضع في أوكرانيا في هذا المجال هو ما بين الوضع في روسيا الوضع في روسيا أحسن بكثير دكتورة سوبونينا بما أنك ذكرت قبل سابقا أن البلوزوف خطط لنقل تتعلق أيضا بوضع الأثرياء الروس لأموالهم أو ربما القليل من أموالهم في الاقتصاد الروسي إلى أي مدى قد يضع ذلك بلوزوفي مواجهة مع الأوليجرشية الروسية وكيف ترين مستقبله في منصبه إذا كان لديه الخطط التي يمكن أن تتعارض نوعا ما مع الأوليجرشية هو في نفس الوقت ما يزال مستشار لرئيس بوتين بهذه الأمور ولكن انشغاله الكثير الآن في وزارة الدفاع ممكن لن يسمح له كثيرا أن يركز على تغاطى الأموال فهذا مهم فكرة ولكن لاحظوا أنه خلال زيارة بوتين الآن إلى بكين كان هناك شخصا من الجناح العسكري وهما بلا وصف وزير الدفاع الجديد وشايقو وزير الدفاع القديم فإذن شايقو أيضا ما زال شخص مقرب لبوتين وهذا هو مؤشر مهم جدا من قبل بوتين نفسه لمجموعات متعددة في داخل محيطه لأنه هناك بعض الناس كانوا يرافقوه وما زالوا خلال أكثر من عشرين سنوات هذه ولكن بعض الأحيان العلاقة ما بين مجموعات هذه هي كانت وما زالت متوترة فإذن الآن بوتين يحاول أن يتوازن أن يتناور ما بين كل هذه المجموعات ممكن أن نقول أنه بهذه التغيرات بوتين يلعب على حبال المؤثرين منها وأعتقد أنه هو نجاح في ذلك إذن في هذه التغيرات أيضا رسائل للداخل الروسي دكتور ناجح العبيدي ولكن أريد أن أعود إلى نقطة الاقتصاد لأن تعيين شخصية ذو خلفية اقتصادية في هذا المنصب في حين أن الجيش وحده يستهلك ربع الانفاق الحكومي وكما ذكر سيد شبروم أكثر من 6 وبعض يقول 8% من الانتاج المحلي في روسيا إلى متى يمكن أن ينجح ذلك اقتصاديا تركيز الانفاق على المجهود الحربي لنقول على المدى القصير من الممكن أن الانفاق العسكري يشكل محرك للتنمية الاقتصادية وللنمو الاقتصادي ولكن طبعا هو في نهاية المطاف هذا الاسلوب لن ينجح ونحن لدينا تجربة الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي نهار بعد أن أجبر على الدخول في سباق تسلح من قبل الرئيس الأمريكي الأسبق ريغان ويعني بخصوص التغييرات في القيادة الروسية أود أن أضيف أيضا أهم صفة مطلوبة للسياسيين والروس في الحلقة الضيقة المحيطة ببوتين هي أن لا يكون لهم طموح سياسي نحن رأينا في برويجين ما هي مصيرة عندما يكون له طموح كبير من بعض رأى في تعيين بيلوزوف انتقاما ربما يعني أي طموح لأي قيادة لأن هناك قائد وحيد وزعيم وحيد هو بوتين ولا يريد أن يكون له منافسين مدفيدف قبل أن يقوم بهذه المهمة تولى الرئاسة شكليا حتى يعود بوتين وهو مستمر في هذه السياسة من خلال التلاعب على الأطراف والشخصيات القيادية المختلفة طيب ذكرت نقطة هامة جدا أريد أن أجيرها للسيد شبرما يعني هذه التغييرات في الداخل الروسي إلى أي مدى برأيك تنعكس على مسار الحرب في أوكرانيا ليس فقط التوجه نحو اقتصاد حربي ولكن إلى أي مدى تؤثر على استراتيجية روسيا ليس فقط في أوكرانيا ولكن في هذه المواجهة مع الحرب يعني عندما ذكر دكتور راجح موضوع السباق إلى التسلح الذي دفعت به حينها الولايات المتحدة الأمريكية البعض يقول أننا اليوم في السباق إلى التسلح مدفوع من قبل روسيا تدفع الأوروبيين والأمريكيين للفاق المزيد على الصناعة العسكرية السؤال هنا إلى أي مدى هذه التغييرات في الداخل الروسي تنعكس أيضا على التوازنات الدولية وعلى قرارات الحكومات إن كان في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما فاز ترامب في الانتخابات المقبلة الأمريكية أعتقد أن سباق التسلح سيكون لدى القرى الأوروبية أكبر بكثير مما إذا فاز الرئيس الحالي بايدن بمعنى آخر إذا ما صدقت وعود ترامب بأنه سيتخلى عن أوكرانيا وسيتجه إلى الداخل الأمريكي وسيكون هو مبدأه الأمريكا أولا ستدخل القرى الأوروبية بأنها هي التي ستكون الدافع والمدافع الأول عن أوكرانيا وإذا دافعت عن أوكرانيا فإنما هي تدافع عن القرى الأوروبية وهناك بعض التصريحات من قبل الرئيس الفرنسي الذي قال أننا سنرسل جنود من الفرنسيين لدى أوكرانيا بالإضافة إلى إرسال بعض الجنود الناتو وهو ما دفع الرئيس بوتين بأن يكون هناك مناورات بالسلاح النووي التكتيكي ردا على هذه التصريحات بمعنى آخر أننا سننتظر حتى نوفمبر حتى نحدد من هو الرئيس أو من هو ساكن البيت الأبيض إذا ما استمر بايدن فأني أعتقد أنه سيكون هناك دعم إضافي لأوكرانيا وأوكرانيا بالإضافة إلى ذلك بعد ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر مع بداية الخريف هناك طائرات الـ F-16 منظومات باترويد ستصل إلى أوكرانيا وأعتقد أنه سيكون هناك بعض التعادل في القوى الأوكرانية يمكن أن تكون هناك صد للهجمات الروسية ولكن قبت الشيء المهم لدى الجيش الروسي الآن الذي يسعى إليه هو المسيارات التي يقوم بتصنيحها والتي يتم باستيرادها من قبل إيران وهي تلعب دورا مهما في الحرب الحالية داخل أوكرانيا وهي ما تجعل الأوكرانيين يخسرون بعض المشاكل الاقتصادية مثل الكهرباء والمياه ولربما هناك تحول أيضا إلى إنتاج مسيارات داخل روسيا وتطوير هذا المشروع دكتور ناجح بناء على مقاله سيد شبروما نسمع اليوم في أوروبا الكثير من الأصوات التي تقول أننا لم نفعل ما يكفي في العامين الماضيين لسيما ما أتى على لسان وزير الاقتصاد الألماني وعلى لسان شولتس أيضا لم يفعلوا ما يكفي إلى حين وصول طائرات F-16 كما ذكر وبطارية باتيروت كما ذكر سيد شبروما يعني ما الذي يمكن أن تفعله أوروبا بانتظار وصول هذه الأسلحة الأوكرانية هل تتفرج بينما تتقدم روسيا وتتراجع أوكرانيا يعني في تقديري الغرب لا يتفرج يعني هذا ينطبق على الولايات المتحدة بلينكين كان قبل أيام في كييف وأيضا وزير الاقتصاد الألماني زار كييف فالمقاربة الأوروبية مستمرة أولا استمرار الدعم العسكري والمالي لكييف وهذا مستمر وفي نفس الوقت زيادة القدرات العسكرية وزيادة الردع يعني أهم خطوة اتخذتها ألمانيا هي تشكيل فيلق يكون في لتوانيا يعني تكون فرقة عسكرية موجودة على ليس لمدة أسبوع أو أسبوعين وإنما يكون مقرها الدائم هناك في لتوانيا وهذه الأمور مستمرة طبعا هذه الاستراتيجية تطلب جهود كبيرة وليست سهلة ولكن يبدو أنه الأوروبيين سائرين في هذا الطريق دكتورة سوبونينا قبل أن يدهمنا الوقت سؤال لك يعني عن الاستراتيجية العسكرية الآن الروسية في أوكرانيا يعني خاركيف تتعرض يعني لهجوم شديد الآن ما هي استراتيجية بوتين الآن عسكريا في أوكرانيا استراتيجية بوتين هو التقدم الأكتر مدينة خاركيف تقع خارج القليمة الأربعة التي دخلت روسيا حسب الدستور في السنة الماضية ولكن بوتين يريد أن يقول بأن روسيا ممكن أن تتقدم بعد حتى فبعض المحللين بالفعل مثل ما قيل يعتقدون أن هذه الخطوة هي فقط التمويه والتضليل والضربة الأساسية ممكن أن تكون في دانيتسك مثلا في منطقة شاسف يار البعض يعتقد أن بوتين يحلم بشيء أكثر مثلا بخاركيف وكييف وحتى بمناء أوديسا في الجنوب على البحر الأسود فإذن هذا أيضا ممكن أن ننظر إلى هذا الشيء كعملية التضليل أن عدم الوضوح من قبل بوتين هو عامل أساسي هو أكيد لديه استراتيجية ولكن لا يريد أحد أن يكتشفها أما بالنسبة للصناعة العسكرية فلاحظوا أن سيلاوسف كان يشرف على إنتاج مصيرات منذ سنين وهو كان أول من اقتصاديين روس الذي رفع هذا الموضوع لبوتين منذ أكثر من عشر سنوات واضح طب دكتور ناجح هل يتعلق الأمر اليوم كما ذكرت دكتورة سوبونينا بمن يستطيع إخضاع الاقتصاد على نحو أفضل احتياجات الحرب حرب الاستنزاف ولو باختصار من فضلك يعني هذا تحدي الأكبر الذي تواجه روسيا روسيا لا تزال تخضع للعقوبات صارمة غير مسبوقة وعلى هذه مستمرة ولا أتوقع أن يكون هناك تحول رئيسي في الاقتصاد في نفس الوقت الحرب على المستوى الميداني يعني مستمرة منذ أكثر من سنتين والجيش الروسي لم يحقق انتصار كاسحة أو انتصار سريع ولا أتوقع أن تكون هناك تغيرات حاسمة وسريعة في الوقت الحار نعم بهذا نصل إلى ختم هذا النقاش في حلقة بتوقيت برلين أشكر ضيوفي دكتور ناجح العبيدي وسيد شبرو مياسين وكنت معنا أيضا دكتورة إلانا سوبونينا من موسكو والشكر موصول لكنا ولكم مشاهدينا وأنتم ما رأيكم من سينتصر في حرب الاستنداف هذه إذا كنتم تشاهدون عبر يوتيوب اكتبوا لنا رأيكم في التعليقات كانت معكم أمال ديب ومن برلين أجمل التحيات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة